أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتوجه إلى باركلان في فلوريدا حيث قتل شاب في التاسعة عشرة من عمره سبعة عشر شخصا في مدرسة بالولاية مستخدما بندقية هجومية وقال ترامب في كلمة مقتضبة أنه يخاطب أمة تتألم من دون أن يشير إلى الأسلحة النارية واعدا في المقابل بالتصدي للمشكلة الصعبة المتمثلة في الأمراض النفسية